يومنا نحكي عن طاقة الأسماء طاقة الأسماء هي ثلاث حالات طاقة جميلة جداً طاقة فيها رزق من عن رب العالمي طاقة فيها أسماء من القرآن الكريم وفيها طاقة ضعيفة يعني لدينا حالات كثير بالمسبة لأسماء الطاقة من أول اسم نقول بدرية بدرية أولاً اسم جميل جداً دايماً بيعطي كثير يتحمل المسؤوليات كثير لكن بيطعب في مسار الحياة بيطعب ليش من مسار الحياة مو من اسم بدرية لأنه بيكون عندها ضغط مسؤولي على والدتا والدتا يعني بتبقى شي للمسؤولية أولها أه وبعدين لما بتتزوز بيصير عندها مسؤولية فهذا اللي بيحدد أني بدرية بتتعب من مسار الحياة يعني داني يا دكتور نفين دا اسم فيه طاقة سلبية شوية؟ دا ما عنداش طاقة سلبية بس تتحمل المسؤولية بس هي طول ما هي عم تتحمل المسؤولية رب العالمين بيحقق إلى بعض الأمور بصي الإنسان الصبور والإنسان المتقرب من رب العالمين لو تأخر تحقيق هدفه بس بالأخير بناء عند رب العالمين يعني عمارية عندنا إيمان إيمان أكتر شيء بصعوبة فيها الحرف النون لأنها قلت هيبقى اسم حلو عشان اسمه إيمان سبحان الله لا دايما خدي الحرف لما فيه نون النون أيوة أنت قلت من حلقة فاتت صح فاتت أني دايما بيكون فيه صعوبة صعوبة إيمان أكتر الشيء بأمورها العاطفية وعندها شوية في أمورها الصحية لكن الخريطة الفلكية دايما بتساعدة ودايما لازم في بعض الأسامي لما فيه طاقات سلبية أو طاقات ضعيفة ضعيفة فيه إيلون أي من القرآن الكريم لازم يقولوها يقولوها الصورة إيمان صورة لازم تقرأ صورة الفتح دايما يعني إيمان تقرأ صورة الفتح صدح بعد صلاة الصبح جينا على السيد عبد الرحمن آه أنا أعطي على عبد الرحمن أولا عبد الرحمن اسمه قوي لكن عبد الرحمن أكتر الشيء بنصاب من العين من الحسد من الحسد نجمه دايما خفيف لكن هو عند ربنا إله يعني ربنا رضيان عليه وهو دايما بأول نصف عمره تعبان لكن باسمه بنصف الآخر هيبقى كثير سعيد يا دكتور نيفين يا رب بس دايما عبد الرحمن لازم يقرأ صورة الرحمن صورة الرحمن عبد الرحمن يقرأ صورة الرحمن طيب بعنا كمان بنفس الموضوع اسم يوسف آه واسم أحمد دور كمان دايما محسودين ودايما عينه عينه الحسد ودايما نجمه خفيف فلازم يعمل ايه يقرأ صورة الرحمن الرحمن يعني يوسف يقرأ صورة الرحمن بردو بردو وأحمد كمان لازم يقرأ يعني يورم